ومشاهدين من فقراتنا الفنية لعيد الأطحى المبارك نستقبل معاً فنان عراقي شاب صوته يعد مستقبل واعد يحتاج فقط ضفعة من الحظ والدعم الفني أكيد يا كريستينا ويانا الفنان الشاب رامي سعيد بدأ بالغناء وهو بعمر سنوات وهو اليوم بعمر 23 سنة يحيي العديد من الحفلات في الأماكن العامة بأربيل أهلاً بيك أستاذ نوارتنا أهلاً بيك رامي كل عام أنت بخير أكيد كل عام أنت بخير وإن شاء الله يعال عليكم بالصحة والعافية أكيد مرحباً لجميع حضرنا الكرام اسمي رامي سعيد من موالد 2002 من عاصمة بغداد أهلاً بيك أكيد يعني انتقلت من بغداد عام 2008 انتقلت إلى شمال العراق من تحديد منطقة دهوك عايش في القوش من ناحية القوش نعم أهلي وناس يعني موجودين في ناحية القوش نعم وأمتلك مهنة الغناء من كان عمري 8 سنوات لحد الآن أمتلكها ومن رب العالمين ومن شاء الله عليك يعني من 8 سنوات أنت بقيت محافظ أن تمارس حوايتك وتبقى محافظ على صوتك نعم محافظ على صوتي وعلى هوايتي وإن شاء الله أقدلكم كل شيء جديد يعني هل سا صوتك فتشي أنت راح تفاجئني من 8 سنوات لحد الآن نعم نسمع نسمع أكيد رامي نحن أهمنا المشاهدين يسمعون صوتك ويتعرفون على صوتك أكثر نعم ماذا تسمعنا؟ أغنية الجديدة إن شاء الله بعنوان أهمالك ستنزل اليوم الثنين ألف مبروك على الأغنية يوم الثنين تنزل إن شاء الله على شبكة الأوتار نسمع ما منها؟ يلا خلن نسمع أه قوبلين راح نسمعكم آه شو قادر بدوني وعايش أيامك بس آنالتشينيت ليمحقق أحلامك تتعذر تجيني وتبتعد بسكوت ما يمشن علي أعرف هنا فلامك تعشق غيري من بعدي وتخلينا نلوحدي صاد علي تحمل فراقك مكسور بغيابك والله بس يدري آخ 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 من عشرتك آخ 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 خمزين عفتك شكرا الله الله عشتاتك عشتاتك طيب رامي أنا حابة أسأل حضرتك شنو دراستك شنو مكمل وشنو دخلت عالم الفان الدراسة إنو يعني الليها السجاعي أمتسلك بيها شوية شوية الفنون جميلة لحد الآن لأن أنا مخلص سادس ما مكمل يعني أنا سادس ما مكملة وجاي دخلت فنون جميلة لحد الآن شوية شوية إن شاء الله طيب رامي بما أننا سمعنا أغنية أنت قلت رح تنزل جديد هي جديدك وشفتناها شوية هي حزينة فإحنا بما أنه إحنا بأجواء عيد حابين أغنية تكون يعني خاصة بهذه الأجواء الحلوة أجواء العيد سمعنا شي ثاني؟ راح نسمعكم أغنية صديقي بس أنا أحبها هوا يعني وراح نسمع يعني أكيد الأغنية حبي يعني يعني عن الأوم عن الحبيب عن الشي ومحبة من ربي حسناً إيش قد أحبك الله يدري أنت ما أخذ مني عمري راح أضمك جو صدري بالقلب والروح ما عوفك اسمع اسمع ولا منك راح أجبا تبقى كيل عمرك ما تطلع من القلب والروح حبني حبني هو يحبني يلي غيرك ما عجبني مو حبيبي چنك ابني إيش قد أحبك يمي يمي يبقى يمي واني ما أنسى همي مو حبيبي چنك ابني إيش قد أحبك شكراً ما شاء الله ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك طيب رامي أنا همي أحب أسأل حضرتك أنه أنت قبل يعني ما حاولت تشارك ببرامج مواهب حتى هذا الصوت الجميل يعني أنه ينتشر أكثر حقيقة شاركت عدة مرات أنه تعرفين مرات تلحظ مياحة أكيد شاركت بـ The Voice قبل ثلاث سنوات وما وافقت يعني دزو علي بلبنان بس ما وافقت ما رحت يعني ليش ما أنطو يعني القبول أروح يعني أسافر من عراق لبنان بس كعراق قدمت يعني مننا ومحالا في الحوالي يلا إن شاء الله الجايات إن شاء الله وقبل سنة عراق قائد شاركت وطلع اسمي ما رحت لماذا تتروح عليك الفرصة؟ يعني حد الظروف مرات يعني ظروف متوالم الواحد وما يقدر يعني يمشي بعض الشيء صحيح طيب رامي يعني هذا الصوت الحلو هل هو يعني وراثة عندك شخص بالعائلة مثلاً همينا صوته حلو لو أنت مشتغل على صوتك يعني عندي أقارب دا أحس عندك أقارب أهل عندي الفنان سيمور جلال أي فنان سيمور جلال يعني أقارب أبوي وندي الفنان يوسف عزيز إذا تعرفوا أم أقارب أمي أكيد تحياتنا لهم تحياتنا لهم تحياتنا لهم طيب إحنا هسا نريد تسمعنا هالمرة شي صدق للعيد يعني هيتش ما ما شاء الله صوتك يعني إحنا إذا مو عبنية عيد وحب هذه الليلة يعني مو عيد مو عيد وحب هذه الليلة الناس معيدين عيد وحب هذه الليلة الناس معيدين نسيتها لو أنت وياي الليلة لو أنت وياي الليلة العيد بعيدين أسمع غزل العيد بعيدين الله شو أي كلمات ناسيها نسألك زمان ما مغنيها مو ملتهي بأغاني جديدة وشغلات جديدة أكيد كل شي لازم كل شي جديد نسوي أكيد طبعا طيب أغاني همين أحاب أسأل حضرتك شنو طموحك بالمستقبل رامي شنو حاب يصير شنو يحب من أغاني يسجلهم كفيديو كليب يعني أنه أقليش من ستايلي هو أحب يعني الأغاني الهادئة مبين الأغاني الرومانسية الأغاني يعني أنه اليوم لازم نسوي كل شي جديد صح يعني ننسى الشي القديم والراح نسوي كل شي الجديد لازم صحيح وطموحنا بعد رب العالمين طيب رامي يعني فعلا هي الأغاني الهادئة داحسها هي ستايليك بس اليوم همين الأغاني السريعة تكون دا تمتشرب سرعة أكثر ويحبوها الناس خاصا يعني أجواء العيد ويحبوها يمكن تنسمع أكثر لأنه ناس تحب أنه تسمع شي يفرحها ويونسها ما تحب مثلا أنه همينة تفكر للمستقبل مثلا تسوي أغنية هي تشيلو لا تحب أنه محافظ على هذه الهوية اليوم جمهور العراقي شوية تعرفين شون يعني تطلع أغنية سريعة يحبوها تطلع أغنية هادة يحبوها الفنان ما يعرف يعني يا طريقة يروح المشكلة حتى الأغاني الهادئة صرنا نخليها ويا ريميكس ويا شوية سريعة ونحاولها لغير شي ما هي أي جمهور العراق شوية محيرة متعرفة شي يريد أكين يعني جاننا نشوف في اليوتيوب أو تيك توك أسأل تيك توك صاد قليلا إنها خلا suo يومتي حول أن تت 것 مع السوشال ميديا وتحس انه فعلا هو هذا مثلا بالعراق قد ينتشر او الناس تعرف الشخص من خلال هذا التطبيق اكثر هو البرنامج التيك توك ما اخذ صدق كبير بالسوشال ميديا حاليا ويعني كرامي انا استخدم مثلا اكثر شيء التيك توك و السنابجا احا اوكي نعم انشر به يعني طيب انت مع انه تستخدم هال تطبيقين اشنون تشوف تعليقات الناس ممكن مرات تنزل مقاطع صوت وانت ودا تغني يعني اتوقع يشوف ما انه سوشال ميديا كيف تشوف اقبال الناس كيف يقولون على صوتك يعني اكيد اكو جانبين فاحشينا شوية على ردد الافعال يعني اليوم الفنان العراقي اكيد تجي لكومنتات السلبي وكومنتات الإجابية بس حاليا يعني من انزل شيء على منصة التيك توك الحمد لله اشوف نحبة الناس حلوة الحمد لله هذا اكثر شيء لازم حلو اكيد طيب رامي بمانون تاعة تيك توك موجود ويمكن همينا يعني هواية اشخاص متفاعلين هواية على تيك توك ما تشوف مثلا انه هما يقولوا لك انه صوتك يشبه مثلا فلان شخص او مثلا انت تشبه شكلك فلان ممثل او همينا مطرب يعني مرات انه يشبهون يقول تشبه ممثل تركي او تشبه شيء ما تشبه شخص ما تشبه شخص نعم مو شرط مو شرط يعني مو قوي طيب نسمع شيء ثاني اليوم احنا منستغلين وجودك الصوتك همينة نسمع شيء ثاني على دوقك انت على دوقك براحتك انت اللي شي الي يعجبك هني يلا عادة اينا شي نسمع نسمع شيء ما اجل مندز يلا شفنا لوعات وهجر مرت أيام العمور شفنا لوعات وهجر ما أدرينا يجي يوم والليالي تخوم بينا خانت الأيام بينا تالي بالغربة صفينا يتعذبينا تغربين ورغم هذا ما نسينا سلامتكم الله 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 طيب رامي انت ما شاء الله يعني الصوت احنا بعد ما يحتاج نقول انت إذا اليوم صار عندك فرصة تسوي ديو وهي أحد من الفنانين منه راح تختار؟ يعني هذا الشي انه أكيد راح اختار من ستايل يعني أكيد طبعا منه تحس أكثر شي يشبهك بين الفنانين؟ يعني ما أفكر بس يعني أكثر شي كفنان أسمع يعني أحب ماجد موندسان بس يعني ما تقدرين لا إن شاء الله أو شي ماكو مستحل ماكو مستحل بذلك بس رب العالمين ما تعرفش كاتبت يعني أكيد طبعا طيب رامي يعني يمكن أغلبيات الفنانين أو الشعراء يعني هم يحبون أنه يكتبون يعني إذا هو خلينا نقول بس يغني يحب يكتب الكلمات لأغنية معينة هو يغنيها أو يقدمها لصديقة أنت مثلاً فكرت أنه تكتب أغنية لنفسك أو تكتب أغانية مثلاً يجي شي شي ببالك الصراحة أنه مرات يعني من أكون وحدي أو بالله لو ضعك أكتب عادي يعني وأغنية جديدة اللي راح تنزل من الحاني يعني ملحنة لحنانهم أكيد من الحاني وكلمات الشاعر الجميل أحمد العربي إن شاء الله راح تنزل اليوم الثاني إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله طيب يعني همينا مثل ما بكرنا أنه إحنا أنت جديدك يوم الثانين إن شاء الله راح تنزل هذه الأغنية يعني أنت سمعتها يمكن للأهل أو أصدقائك أكيد وإحنا همينا سمعنا مقطع منها ماذا قالوا؟ وماذا كانت ردودة فعلهم على الأغنية؟ لازم يعني أنه مرات عندي أصدقاء أو فنانين أو ملحنين لازم نسمعها يعني أكيد قالوا حلوة وتخبل يعني أنا أخذ أراع يعني مثلا نحن هم نقول لك حلوة وتخبل سمعناها ما شاء الله ويصد وإحنا قبل ما نختم إياك نحب نختم إياك بمقطع أنت همينا تغني لنا حتى نختم إياك نحل الفقرة وإياك شو تحب مهندس هنا كيف تحب ماجد المهندس؟ سمعنا شي ثانية من الفنان ماجد مهندس ماجد مهندس؟ ماجد مهندس؟ أنا أحبك وأنا أريدك أنا أحبك وأنا أريدك واشتهي مرات لو تذبحني بيدك أنا أريدك كل يوم من الصباح قاعد وأفكر بيك أنا بتليت بعاشك وأجعل اللهم يبليك وهمث لي تصحى الصبح ما تعرف أنت أشبيك متورط بها العشك من رأسك لرجليك أعترف كل شي ذبلو قلت أنا ناسيك لي اليوم من الصباح قاعد وكل جروح مليون فكرة تجي ومليون فكرة تروح أختنك وتنفسك وترجع ترد الروح ما متت بعدك أنا بس عايش ومثبوح يا ويل يا ويل يا ويل يا ويل سلامتكم الله عليك شكراً إليك شكراً لوجودة مرنا لك وموفق يا رب على رأسي وتسلمون على هذا اللقاء الجميل وإن شاء الله للجمهور نقدم الأفضل إن شاء الله وتوفيق من ربي العالمين شكراً إليك شكراً إليك